أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل الخير وأهلا بكل حضراتكم في نشرة خدمية جديدة من تلفزيون اليوم السابع البداية من وزارة التربية والتعليم وأعلن دكتور ريدا حجازي وزير التربية والتعليم عن انطلاق مصابقة أولمبياد من دارس مصر في محافظات الجمهورية هذا خلال الفترة المقبلة عقب تتشين فعليات المسابقة بمحافظة السويس هذا تحت شعار مع بعض نكبر جاء ذلك خلال فعليات نهائي مسابقة أولمبياد من دارس مصر بمحافظة السويس بحضور محافظة السويس وتأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم لإحياء النشاط الطلابي واكتشاف المواهب في المدارس الحين دكتور ريدا حجازي قال في كلمته خلال الاحتفالية أن المدرسة عادت إلى دورها الطبعي وأن المدرسة ليست مجرد اكتياز اختبار ولا يجب اختزال التعليم في هذه الفكرة الاختبار التحصيلي مجرد وسيلة ولا يجب أبدا أن يتحول إلى غوية من التربية والتعليم خلونا ننتقل إلى وزارة الأوقاف حيث أنه في إطار توجيهة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعاون جميع مؤسسات الدولة في برامج الهماية الاجتماعية تقوم وزارة الأوقاف بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك كل عام وكل حضرتكم بخير تقوم الوزارة بتوزيع عشرة أطنان لقوم يوميا على الأسر الأولى بالرعاية هذا اعتبارا من اليوم الأثمان نتحول إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فقد أكد دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسمه الوزارة بأن الوزارة وشركاتها التابعة تطلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121 هذا على مدار الـ 24 ساعة أكد أيضا دكتور أيمن أن خدمة تلقي الشكاوى تعمل أثناء وقت الإفطار في شهر رمضان المبارك يأتي هذا حفاظا على استقرار التغذية الكهربائية وأكد أيضا أنه تقرر رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لشهر رمضان المبارك لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين ومعالجتي ومراجعتي جميع الخطوط قبل بداية الشهر الكريم من خلال توفير عدد من مكينات الديزل بشركات توزيع الكهرباء لاستخدامها في حالة حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية وأيضا وجود فرق طوارئ على أعلى مستوى بتعمل هذه الفرق على مدار الساعة للتدخل السريع في حالة حدوث أي أعطال طارئة ننتقل إلى جهاز رعاية وتشغيل الشباب محافظة الديزل حيث أعلن الجهاز عن وظائف لأصحاب المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة في إحدى شركات صناعة الكابلات وكشف الجهاز عن أن الشركة بحاجة إلى مساعدين فنيين إنتاج وأمن إداري وأن الوظائف المطلوبة تمنح مزايا للمتقدمين تشمل تأمينا طبيا واجتماعيا وزيادات سنوية ووسائل مواصلات من وإلى الشركة وأوضح الجهاز أيضا شروط التقديم على وظائف مساعدين فنيين إنتاج أن يكون المؤهل متوسط أو فوق المتوسط وأن لا يزيد السن عن 30 عام ويكون العمل لمدة 8 ساعات وأن الوظائف تفضل بالتأكيد خريجي المدارس الصناعية وديبلوم المعاهد الفنية وأيضا خريجي الجامعة العملية ولا تشترط الخبراء أيضا أوضح الجهاز شروط التقديم على وظيفة أمن إداري أن لا يزيد سن المتقدم عن 35 عام أيضا أوضح الجهاز طريقة التقديم على الوظائف المطلوبة وأنه على الرغبين في التقدم للوظائف الخالية التوجه إلى مقر الجهاز الكائن في الجيزة يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة العشرة صباحا وحتى الساعة الثانية أصلا إلى هنا تنتهي هذه التغطية شكرا لحضرتكم على المتابعة وكونوا معنا دائما على شاشة تلفزيوني اليوم السابع إلى اللقاء